من الطريقة الغيزة بتاعتنا كلنا وانا منكم غير سوية وغير صحيحة ولازم نلتزم بها التزام طبيعي لاعتدال في كل شيء طب هل طريقة التغذية ديها دكتور يشام ممكن تخلي الخلية تنحرف ايوة من اهم اسباب اورام الجهاز الهضمي هو التغذية الخاطئة اللي هي ايه اللي هي الدهون المشبعة استخدام الوجبات السريعة والجهزة المقليات عمالة على بطال كل هذا الكلام يؤدي الى انحراف الخلية طب الجهاز الهضمي ده ببارا عن ايه بقى